جولة في أبرز العنوين صادرة في الصحفة العربية والأجنبية لنهار اليوم أهلا بكم مشاهدين البداية ستكون مع صحيفة المجاهد الناطقة بالفرنسية والتي عنونت صدر صفحتها وقالت رئيس الجزائري استقبل الشيخ حمد بن خليفة الثاني حيث استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس بالجزائر العاصمة سمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني الأمير الوالد لصاحب السمو أمير دولة قطر أوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن الاستقبال حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية محمد النذير العربوي أيضا الرئيس الجزائري يزدي السفيرة التركية بوسام جدير عفوا حيث كرم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس ماهينور أزديمير جوكستاس سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر بوسام الاستحقاق الوطني صدر مصف الاستحقاق الوطني من درجة جدير نظير ما قدمته من جلائل الأعمال للمصلحة البلدين شقيقين على مدار سنوات عملها بالجزائر وفق ما أعلن عنه بيان للرئاسة الجزائرية صحيفة القدس العرب عادت لأحداث جنين وقالت جنين تصدم قوة الاحتلال خمسة شهداء وكمين يوقع سبعة جنود إسرائيليين ويعطب مصفحات صهيونية إذن في هذا الجانب بعد أطول عملية عسكرية يخذها أو تخذها قوة الجيش جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عشرين سنة انسحبت من مدينة جنين ومخيمها مخلفة وراءها بقايا مركبات عسكرية محصنة وصدمة وذهول من سلوك مجموعات المقاومة في المدينة ومخيمها ولأكثر من إطن عشر ساعة متواصلة بقي جيش الاحتلال على أطرف مدينة ومخيم جنين وسط مواجهات عنيفة بالرصاص والعبوات النسفة محلية الصنع والأكواع المتفرجة أو المتفجر عفوا واعترف جيش الاحتلال بإصابة سبعة جنود من قواته الخاصة وحدات الجيش خلال كمين محكم من قبل المقاومين الفلسطينيين العربي الجديد عنونة السودان الحد الأدنى طبعا في حياتهم السودانيون يعانون الكثير بحسب ما أولدته العربي الجديد اليوم الحرب تبدل أحوال السودانيين إلى حياة الحد الأدنى هكذا خصصت ملفها العربي الجديد في هذا الجانب وقالت منذ اندلاع الاقتتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر أبريل الماري أو الماضي عفوا تتدهور الأحوال المعيشية لعشرة الألاف من السودانيين حيث فقد الكثيرون منهم أعمالهم ومصادر رزقهم نتيجة توقف عمل المؤسسات الحكومية والخاصة والمصانع والشركات كما دمرت معظم الأسواق في العاصمة الخرطوم وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية والضرورية إلى الشرق الأوسط مؤتمر دعم السودان تعهدات بمنح 1.5 مليار دولار وألمانيا تتصدر المانحين حيث كشف مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مارتين غريفيت عن حصيلة مؤتمر دعم الاستجابة للإنسانية في السودان الذي عقد الاثنين مؤكدا تلقي المؤتمر تعهدات بتأمين مساعدات إنسانية طارئة لسودان تناهز 1.5 مليار دولار المؤتمر عقد عن بعد برعاية رباعية بين السعودية وقطر ومصر وألمانيا إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى صحيفة الواشنطن بوست المحادثات الصريحة تبشر أو المحادثات الصريحة بين الولايات المتحدة والأمريكية والصين تبشر بالتعاون المثمر وهي في الطريق الصحيح بحسب ما عبر عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تمضي في الطريق الصحيح وأشار إلى أن زيارة ناذرة قام بها وزيرة خارجية أنطوني بلينكين إلى الصين أحرزت تقدما ملحوظا وقال بايدن في تعليقه على العلاقات الأمريكية الصينية نحن في الطريق الصحيح فيما أكد الرئيس الصيني شجي بينغ إثرى لقائه ببلينكين في بيكين أن البلدين أحرزت تقدما على صعيد تحسين علاقتهم الثنائية أو علاقتهما الثنائية وتوصل إلى أرضيات تفاهم لكن من دون أن يحل أي من الخلافات الجدرية بينهما مشاهدين كانت هذه أبرز العنوين الصادرة في الصحف لنهار اليوم ختام هذه الجولة في أمان الله